ولكن نروح بقى للكواليس مبارح الكابتن توفيس سيد أخيراً أخيراً الحمد لله خرج بلسانه في صحيفة الوطن وموقع الوطن وصرح تصريح رسمي أخيراً مش مصدر رسمي ده هو اللي بنفسه صرح بس أول ما صرح قال اسمه كابتن توفيس سيد بنفسه والله هو اللي بيقول القرار بس القرار إيه؟ لا مش ده مش أول قرار هاتوا اللي قبلها لجنة الحكام تحسم أيوة الجدل بشأن صحة هدف يوتشر في مرمى أمبي بعد أزمة الانسحاب ده الساعة كام؟ الساعة 11 وتلت ده أثناء المباراة هي بتتلعب يعني اللجنة حتى أول كابتن توفيس سيد ما استناش لبعد المتش ياخد رأي اللجنة أو اللجنة الفنية ويطلع يقوله قرار لا ده هو طلع على طول أل وجهة نظره مش رأي اللجنة ده طلع على وجهة نظره بس الوطن لما نشر كابتن توفيق مدير اللجنة فيطلع يقول طبعا رأيه في اللعب قال توفيس سيد عضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري أن قرار نادر أمر الدولة حكم مباراة في يوتشر وإنبي صحيح باحتساب هدف بوبه في شباك النادي البترولي الكابتن توفيس سيد بيقول قرار نادر أمر الدولة قرار صحيح واستدعاء الفار خاطئ تخيلوا؟ يعني أنا قارت القانون وسألت واستفسرت الكل بلا استثناء أجمع أن قرار حكم المباراة غلط والتقنية الفيديو الكابتن محمد سلام يدخل بشكل سليم طلع الكابتن توفيس سيد بيقولك ليه لا ده قرار الحكم صح واستدعاء الفار هو اللي غلط ده الساعة 11 وتلت أثناء المباراة ويمتتلعب دون الرجوع لللجنة الفنية يعني هو ما بيقولش المفروض لما يطلع يتكلم ويطلع بيان توضيحي بعد المباراة أو اللجنة تكتمع أو عبر الواتس أب بيكتموا بياخدوا فوت مثلا على اللعبة ده بيحصل على فكرة في المناسبات القرية والدولية طب تعالوا بقى بعدها الساعة 12 من خلال الوطن برضو عاجل أول قرار من الجبلية تجاه حكم مباراة امبي وفيوتشا نقرأ بقى نشوف بقى إيه الخبر الأول كان الكابتن توفيس سيد هو اللي قال المرة دي بقى إيه كشف مصدر خاص بلجنة الحكام عن قرار جديد بخصوص طاقم التحكيم طيب إيه بقى هو القرار يا جماعة وشهدت المباراة لقطة مصيرة للجدل عقب احتساب حكم اللقاء هدف ورغم تقنية الفيديو اللي هي استدعيته وحصل عطل لكن الحكم اتخذ القرار مصدر في اللجنة في تصرحات خاصة للوطن قال اللجنة قررت استدعاء طاقم التحكيم للتحقيق عشان يشوفوا الأخطاء اللي وقع فيها طاقم التحكيم أثناء المباراة الخبرين عكس بعض يعني الكابتن توفيق قال الحكم قرره سليم بعد كده خرج بس من خلال مصدر إننا في تحقيق طيب تعالوا بقى نعرف النهاردة إيه اللي حصل في التحقيق النهاردة طاقم التحكيم بقيادة الكابتن نادر أمر الدولة والكابتن إيهاف فخر وأحمد زيدان وساميح حسين ومحمد سلاماميد وأحمد جابر بالكامل كانوا في اتحاد القرن وحصل تحقيق من خلال فيتر بيريرا البرتغالي مع الكابتن مجدي رز المسؤول عن تقنية إلفار وما سألش وما تكلمش في أي تفاصيل فنية أختارهم بالإيقاف طاقم التحكيم بالكامل تم إيقاف طيب هل تم إيقافه حتى نهاية المسلم محدش يعرف هل تم إيقافه حتى نهاية الشهر اللي هو هيخلص بعد بقرة محدش يعرف طيب هلنا يشتون في الحالة الفنية مين المخطئ ومين اللي أجد ما عملش كده طيب ما هو لو التاقم كله أخطأ مين يعني طيب إزاي يعني إزاي تاقمك حكم الفار استدعاء وحكم الملعب أصر على قراره لازم واحد فيهم غلط هل استدعاء الفار غلط لا استدعاء الفار صح طيب طالما استدعاء الفار صح بتقويف حكم الفار ليه ليه تاقم التحكيم كله توقف وبعدين أسمع أصل الإيقاف ده لتهدئة الرأي العام هو كده احنا بمطور التحكيم هو كده انت بتفاهم الحكم إيه الصح وإيه الغلط لا ده أخذ المفاجأة التانية ده ده خلاص أنا ببلاقه دلوقتي وبقول لكم خبر إن فيتور بيريرا أخطر طاقم تحكيم لقاء في ويتشر وإنبي إنهم مقوفين الطاقم كله مقوف ده خبر أنا بقوله لحضراتكم دلوقتي بعد الاجتماع اللي تم النهاردة في الاتحاد وكان الاجتماع بحضور فيتور بيريرا ومجد رزق فقط حتى الكابتل انت وفيه السيد ما حضرش نزل تحت عمل نفسه مشغول في كذا حاجة فما حضرش الاجتماع معهم لأنه هو مبارح أشاد بحكم الساحة فالنهاردة بتوقف هو حضرتك اللي صح ولا بيريرا اللي صح ولا الفار اللي غلط ولا أنتو بيدروها إزاي يا جماعة الحاجة التانية ودي بقى الغريبة بالنسبة لي كابتل مجد رزق لما إنه هو المسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام عمل لقطة جميلة بعت لكل الحكام بصوا لقطة مبارح الرجل بيصلح الشاشة وتعرفش كابتل الشاشة فصل ولا القهربة اللي قطعت ولا إيه اللي حصل ما علينا لكن كابتل مجد رزق عملي بقى بعت لتلاتة وخمسين حكم اللي هم معهم رخصة تقنية الفيديو وقال لهم اعملوا تصويت دلوقتي اللعبة دي الفارد دخل صح ولا غلط البروتوكول اتطبق صح ولا غلط وقل للقانون بيقول ايه مش تقول لي بس انت في خطأ وبس لا قل لي خطأ خطأ ليه قل لي مثلا البروتوكول الفارد دخل طبقا للبروتوكول الدخل صحة ودخل ليه يعني بيطلب فوتينج او تصويت من كل الحكام العاملين ده مش كلام تصويت مع أعضاء اللجنة أنا والله العظيم بحكي لكم كواريسة لأ لو بسمحها وبشوفها ببقى مستغرب يعني اللجنة بتسأل الحكام رأيكم ويف اللعبة يا جماعة ده انتوا المفروض تشرحوا للحكام انتوا المفاهيم بتشرحوها ازاي او انتوا بتاخدوا من الحكام بناء على ايه وخشوا بقى على الجروب دلوقتي هتلاقي كل حاكم بيقولوا وجهة نظر ورأيه ومش هتلاقي مثلا الثلاثة وخمسين اللي معاموا الرخصة كلهم بيجمعوا على قرار واحد طب بعد كده مين اللي هيشرح لهم الصح ومين هيشرح لهم الغلط لأ وبعد كل ده يقول لهم ايه كابتن ماجد ريز اعتبروا ده امتحان انا بعملكم امتحان في البروتوكول ايه امتحان في البروتوكول ده يا كابتن يعني ايه امتحان في البروتوكول والله انا مش فاهم حتى معالجة الخطأ اللي حصل انبارح بتعالجوه ازاي انا مش عايزة لهم حكم انا مش عايزة لهم حكم لكن اعايزة لهم اللجنة اللي بتدير ملف التحكيم انتوا بتدروها غلط بالشكل ده والله العظيم بتدروها غلط مفيش محاضرات فيتر بريرا نرده يقعد مع الحكام طب ما تسمع المحادثة يعني قالف بيه المحادثة مسجلة اسمعها وعاقب المخطئ لكن الطاقم كله يتعاقب ليه طب نطلع من دي نروح لحاجة تانية وحنا مش من اسبوعين اتكلمنا على وقعة زمالك والاسماعيلي والكابتن مصطفى متحت والكابتن محمد عادل وقلنا كلام كتير وقلنا المحادثة فيها ايه لا حد طلع قال لنا انتو غلط ده الصح حصل كذا ولا حد طلع حتى تكرم عليه وقلنا انتو صح لقد النهاردة انا بلاقي كابتن محمد عادل بص بس انا اقول لكم دلوقتي المباراة النهاردة اللي هو هيدرها مباراة الاهلي وسيراميكا كابتن محمد عادل النهاردة بيدير مباراة الاهلي وسيراميكا كليو بطرة ومعاك كابتن حسام عزب حجاج برضو الموضوع الرؤية متغيرة يا جماعة المفروض يا جماعة لما كابتن محمد عادل يكون حاكم الساحة هاته حاكم خبرة معاه معنا من النهاردة مش عايز يحصل نفس اللي حصل في مطش الزمالك والإسماعيلي اللي الغاية دلوقتي لاجمة الحكامة قلت لناش مين فيهم اللي غلطان عادل ولا مصطفى متحت والنهاردة كابتن محمد عادل موجود يبقى بالتالي بقى مين اللي كان غلطان مصطفى متحت بس مصطفى متحت استدعى كابتن محمد عادل والمساعد استدعى كابتن محمد عادل فانت مقدرتش على الكابتن عادل فقدرت على مصطفى طيب النهاردة كابتل محمد عادل دي ثلاث مباراة بيدرها كان أدار الإسماعيلي والأهلي في الأسبوع الأول كان أدار مباراة الأهلي وطلاع الجيش ودي المباراة الثالثة اللي بيدرها للأهلي طبعا لأن الأهلي يعني لعب مع كابتل محمد عادل حوالي ثلاث مباراة مباراة الإسماعيلي مباراة الجيش ودي المباراة الثالثة النهاردة اللي بيدرها مع النادي الأهلي ولكن كنت أتمنى أن يكون في حكم خبرة أكتر في تقنية الفرج عموما قلنا لحضركم القرار اللي صدر بخصوص طاقم التحكيم اللي أدار لقاء في يوتشر وإنبي وفي الكواليس ماذا حدث واليوم في اتحاد الكرة ماذا حدث من لجنة الحكام وماذا تحدث أو كيف تحدث كابتن ماجد ريزي مع الحكام في مسألة التصويت على القرار اللي اتخذ بالأمس مين بقى يشرح الحكام مين الصح ومين الغلط والبروتوكول بيتطبع صح ولا غلط ادي وقعة ووقعة الكابتن يشام الفلال في مبارات المحلة وبرامدز في استاد المحلة فيه وقاعة كتيرة جدا مش عارف انا خايف في يوم وانا معاكو ألاقي قرار طلع من الايفاب سلبي تجاه تقنية الفيجلو بتطبق في مصر لان بصراحة يسأل في هذا او يسأل في ذلك لجنة الحكام بالاتحاد المصري وصمت الاتحاد على كل هذه المشاكل اللي ظهر للرأي العام وللأسف فيه صمت على كل هذه الأخطاء